على بعد يوم من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في العراق تبدو الصورة ضبابية وغير حاسمة لمن سيقول إليه المنصب فلا اتفاق على اسم الرئيس بين الأكراد الذين يعود إليهم منصب الرئيس وقد جاء قرار المحكمة الاتحادية وقف إجراءات ترشيح القياد في الحزب الديمقراطي القردستاني خوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية جاء هذا القرار ليخلط الأوراق من جديد خصوصا أن المنافسة كانت تتركز بينه وبين الرئيس المنتهي ولايته برهم صالح ووسط هذه الأجواء يتقدم أيضا احتمال أن لا يكتمل نصاب الجلسة بعد إعلان تحالف السيادة قبل قليل مقاطعة الجلسة إثرى قرار الكتلة الصدرية المقاطعة أيضا مع الزميلة كارولينا نصار نستعرض السيناريوهات القانونية والسياسية لجلسة انتخاب الرئيس العراقي مساء الخير كارولينا واضح أن الصورة تعقدت ويبدو أن فرص عقد هذه الجلسة غدا باتت ضئيلة وضئيلة جدا مسانور مهند ضئيلة جدا كما ذكرت يعني أكثر مما كنا نتحدث بالأمس في غرفة الأخبار ولكن السيناريوهات نوعا ما معروفة ولكن يبقى هناك العديد من الاحتمالات ولكن دستوريا أقله الأمور سنحاول تلخيصها لنفهم أكثر طبيعة القوانين والدستور العراقي وماذا يمكن أن يحصل في حال اكتمل أن يصاب جلسة الغد أم لم يكتمل يترقب العراقيون جلسة انتخاب الرئيس وتهب رياح التعطيل في أكثر من اتجاه مما يجعل ربما الجلسة القادمة مخيبة لأمال المترقبين فيما آلية هذا الانتخاب وكيف تتعطل وما هي الحلول في الدستور العراقي بداية وبعد التصويت على رئاسة مجلس النواب يتم التصويت من قبل البرلمان على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوما وحددت رئاسة البرلمان السابع من الشهر الحالي موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية حيث يتنافس 25 مرشحا من أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح وكان هوشيار زيباري ولكن قرار المحكمة الاتحادية اليوم إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية ربما جعل كفة الفوز تميل بشدة لصالح برهم صالح في الجلسة المرتقبة إذن إذا لم يحضر ثلثة نواب خاصة بعد قرار الكتلة الصدرية عدم الحضور تتعطل الجلسة لتستأنف في اليوم التالي يعني الثلاثاء ربما تنعقد جلسة مع احتمالية عدم انعقاد الجلسة المحكمة الاتحادية وبهذه الحالة أجازت استمرار رئيس الجمهورية الحالي في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد قد يكون بعد أربع سنوات وهذا ما يراه مراقبون منافيا للدستور الذي يقضي بإجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ آخر موعد دستوري لانتخاب الرئيس الذي لم ينتخب خلال مدة حددها الدستور حدد أيضا الدستور المدة الدستورية لانتخاب الرئيس بثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد لجلسة مجلس النواب بدورته الجديدة قرار المحكمة بإيقاف رحلة شير زيباري الانتخابية مؤقتا وأعلان الصدر المقاطعة بالتزامن مع الخشية من احتمالية الذهاب لانتخابات مبكرة ربما يجعل عجلة انتخاب الرئيس معقدة للغاية وفق حسابات الأرقام داخل البرلمان مع بقاء باب الاحتمالات للمرحلة السياسية المقبلة في العراق مفتوحة على مصرعها يعني مهند هناك العديد من الاحتمالات ولكن يبقى دوما الخوف من أن يعود العراق إلى دوامة سياسية مغلقة دوامة دستورية مغلقة تؤخر كل ما كان يطلبه الشعب العراقي منذ أكثر من سنتين أو حتى أكثر يعني من استقرار سياسي من استقرار أمني وبطبيعة الحال استقرار اقتصا طبعا كارولينا على مدى الأيام الثلاثة والأربعة الماضية شهدنا الكثير من خلط الأوراق السياسية الآن تدخل وتضاف إليها تعقيدات دستورية ربما تحول دون إجراء أي من هذه الاستحقاقات وبالتالي ربما عملية فراغ دستوري يخشى منها كثيرون على كل حال سنناقش هذا الملف بالتفصيل في الساعة الثانية من غرفة الأخبار شكرا جزيلا لك كارولينا شكرا جزيلا لك